موسيقى ورجعت لكم تاني بعد الفاصل وبما ان برنامجنا اسمو فيها حاجة حلوة فانا لازم اجيب لكم الحلو كل اللي في ديكور معانا الفقرة التانية شركة ارت ويل مهندس قويس محمد اللي هيكلمنا النهاردة عن مكان الديكوريشن ارحب بحضرتك الاول عرفني بنفسك وكلمني عن مجال التشطيب انا مهندس قويس عبدالنبي شغال في مجال التشطيب فتحت الشركة دي بقى لي اكتر من سنتين مجال التشطيب عبارة عن باخد الشقة من الطوب الاحمر لحد اخر حاجة يعني النوع التشطيب اللي انت عايزها سيراميك جيبسون بورد حطون دهانات بتاعتك اللي انت عايزها بتبقي دي بات اه كل المراحل التشطيب المتعرف عليها تاريخكو في التشطيب ايه؟ يعني في مجال التشطيب اكيد انتو مثلا ديكو سبقة اعمال انا من يعني من وانا في الكلية مثلا كنت باخد حاجات بسيطة كده الاصحابي مثلا معارفية كده ابتديت الموضوع يتوسع معايا ان انا يعني يبقى عندي طقم عمال كامل لكل حاجة مثلا للسباكة الكهرباء والسراميك فابتديت واحدة واحدة كده صنايا يا دون كده طب عينة ورا الكاميرا هي فعلا حاجة صعبة جدا انك تلاقي حد مهتم بشغله وحد يعني يبقى ناجح في شغله عنده دمير ام حاجة دمير اه بالضبط حاجة كده يعني فبس ده اللي خليني ان انا ايه اا استمر في الموضوع يعني طيب انا بقى شفت حاجة كده عندكو على البيج اه هو المفروض ان انا هسألك عن انظمة الدفع بس انا عايزة اسأل الاول انا لقيت عندكم ان سعر المتر سبعمائة وخمسين طيب ازاي والاسعار بتغلى والعميل هيقول بقى يا اما انتو اه يعني مثلا افرد انا مثلا هشطى بحاجات قليلة يبقى ممكن سبعمائة وخمسين ده غالي علي ممكن هشطى بحاجات كتير يبقى سبعمائة وخمسين ده اصلا زي زي سببتها سبعمائة وخمسين لا هو يعني ده السبعمائة وخمسين ده تعتبر اول باقة في الباقات انا كده كده عندي الاساس بتاعي كاساس كهرباء كاساس سباكة ده بيبقى واحد في كل الباقات ايه هي الباقات بقى الباقات دي عبارة عن مثلاة يا مستوى تشطيب واحدة بسبعمائة وخمسين بألف بألف وثلتمية بألفين جنيه ده الاول خالص الاساس بتاعي ده بيبقى ثابت في كل الباقات الأساس بتاع الكهرباء بتاع السباكة الحاجات المواصير بتاع كله حاجات معتمدة الحاجات اللي أنا مش هقدر أكسر فيها بعد التشطيب إن أنا أقدر أغير فيها فدي بهتم بيها جدا إن أنا تبقى حاجة مضمونة بعد كده تخش بقى في حتة الفرق ما بين ما بين السيراميك بقى من سيراميك لبرسلين في ال750 مثلا أنا بحدد سيراميك أقصى 100 جنيه بعلى بعد كده بخش في برسلين مثلا ب180 جنيه أنا قريدي مثلا السيراميك اللي ب100 جنيه ده اللي أنا بديلي الزبون أنا قريدي بيبقى عندي خصومات في المعارض فهو بيختار مثلا حاجة ب130 حاجة ب140 وأنا بجيب له الخصم دي حسب بقى الشركة اللي أنا بتعامل معيها يعني بس بتفرق بقى في الجيبسون بورد بتفرق في الدهانات بتفرق في طب أنا بقى هكلمك كعمير ماشي؟ تفضل أنا دلوقتي هعمل جيبسون بورد سعر الجيبسون بورد المتر بجاب دلوقتي يعني أنا بحب أتعامل في الجيبسون بورد بالزيت أجيب الخامات أنا بحب أتعامل في الشركة بتاعتي إن أنا يعني إن أنا أخد نسبة من من التشطيب محبش أطلع من بند بند يعني أوه يعني لو حد مثلا جيه لك أنا عايزة أعمل بند واحد بس؟ لا لا أنا أصدق إيه إن أنا مثلا مش مثلا أخد الجيبسون بورد ب30 ألف ويطلع لي منه 5000 جنيه لا أنا أخد مثلا أنا هاجب لك المتريلز بفطورة بقد كده المتر مثلا المتر ب50 جنيه مصناعية مثلا بضربه في عدد الأمطار أدي مصناعية أدي الحق الصناعية أنا مثلا صرفت مئة ألف في الشقة دي أنا لي 10% فأنا بأخذ 10 ألف كشركة تنفيذية خلاص بحب أوفر للزبون في كل حاجة فأجيب له أحسن الأسعار في المتريلز وأحسبه على المصناعيات بالإشراف عليها بكل الكلام دوت طيب أنا دلوقتي مثلا لو عميل هقول لك أنا عايزة أحسب الشقة الشقة بتتحسك إزاي يعني حاجة قلت مثلا متر بيبقى 750 ألف بحسب يعني أنا مثلا مساحت الشقة ولياكم 200 متر فأنا بحسب بأضرب في 100 ولا بيبقى لها حزبة دي أي عقد دلوقتي شقة موجود ملاقي كل عن من 15% إلى 25% المناور والمساحة اللي هي مش موجودة في الشقة يعني الشقة الميت متر بتصفصف على 80-85 متر ده بلو المقاول عنده ضمير يعني فأنا كده كده بخش برسم الوحدة كاملة شقة عمارة أو فيلا أو أيا كانت بحب أرسمها أنا كاملة أرفع مأساتي كاملة الصوفي المساحة اللي أنا بتحسر المساحة الفعلية المساحة الفعلية اللي أنا بتعمل عليها ما ليش دعوا بالمناور ما ليش دعوا بالكلام دوت ما ليش دعوا بالمكتوف في العقد أنا الصوفي المساحة اللي أنا هتعمل عليها هي دي اللي أنا ده بيبقى على الأرضية والأرضية بقى وحيطان زي السراميكو الكلام ده لأ لأ يعني مثلا أنا الشقة مثلا مكتوبة في العقد 100 متر فيها 15% منافع مثلا فبلائي الصوفي بتاعها 85 أنا بحاس بال85 في 750 مثلا بس فهي دي طريقة الحسابية طيب إيه بقى الضمانات اللي أنت بتقدمها للعميل علشان خاطر عارف أنت طبعا أهم حاجة دي أنا هدفع فلوس لازم أبقى مرتاح ده أكتر حاجة يعني بتسأل فيها مثلا أنت يعني أنا اشضماني أنت حتنفذ معايا هو أولا طبعا أنا عندي مقرر سابت كشركة يعني رقم اتنين أن أنا ما عنديش أدنى مشكلة أن أنا أدي أرقام عملة تانين أنا شغال معاهم قريدي للعمل الجديد اللي هيتعامل معايا بحيث أنه بقى مستمع قريدي يروح كلمه وروح له الوحلة بتاعته وإعرف أنا بتعامل إزاي بالإضافة إلى طبعا أن قبل ما هتعامل مع أي حد يعني تعامل أولي مثلا أنا بيبقى في عقد ما بيني وما بينه طبعا أو يبلغ عنهم برضو تماما يعني أنا أكد نش أسلم يعني نفسي طيب بتسلم الشقة في قطة قد إيه؟ هو الله على حسب المرحلة اللي أنا هستلمها منها بس لو شقة 150-160 متر مثلا أنا أقصها معايا شهرين حسب برضو لو فيلا بقى ممكن 3 شهور مثلا بس أقصها معايا شهرين عن نظمة الدفع إيه؟ يعني ممكن مثلا عميلي يقولك أنا هدفع مثلا جزء قبل التسطيب وجزء في التسطيب وجزء في الآخر كده يعني أنا يعني النظام السايد عندي أنا بأخذ 40% في الأول 40% في النص و20% في التسليم تماما أي أخطاء أنا بأشيرها طبعا حتة التأسيد مع الموظفين عن طريق بنك الأهلي بنك القاهرة بتعامل هلو أهو موظفين آه يعني مراعاة لل تخش تتعامل طيب بتتعامل إزاي مع انتقاضات السوشال ميديا يعني أنت فاهم بقى أول ما بتنزل بوست تتخش تتسائيين حد يهاجم أكيد و2 يتاته بيشكره أكيد والله هو القصة فين في أنك هل تقدر تعمل كده ولا لأ يعني اللي أنت بتنزله هل تقدر تنفزه بالضبط حقيقي على الأرض الواقع ولا لأ بالضبط حتى لو كان مش صور نت لا مش صور نت أنا فعلا بنفز يعني أين كانت الحاجة المطلوبة مني بتتنفز على قدر المستطوع فيها خطأ ما أنا اللي بشيل الخطأ كامل مكمل ما بحملش الزبون أي حاجة فيه الانتقاض بقى بناء على حاجة بقى نفسيا حاجة كده ما بهتمش الصراحة ضحية الشجرة المصمرة يذكرها الناس بالطبط بالضبط هنشوف معنا الصور اللي شغلهم بقى والناس هي اللي تحكم نشوف الصور فعالية كده ده كده جيبسون بورد مثلا سقف بتنور بالإضاءات الحاجات دي كلها كل ده يعني شغل عالي جدا في الجيبسون بورد يعني الصورة اللي بعدها حلو ان انت عامل حجر ما لا مش مش دي الصورة دي الصورة اللي بعدها يا جماعة دي دفاية ستيل ده جيبس بلدي ده شغل جيبس بلدي هو الزبون كان عايز الوحدة كلها حاجات ستيل كده بس شغل تبتين بقى التبتين البني دوت شغل برضو طب انا عايزة سألك على حاجة انت زي باب تخلو الدفاية تباني ان فيها شكل نور او مهي معمولة كده ولا يبقى ده شكلها لا ده كده يعني اللي ورا دوت ده حجر اللي جوه الدفاية ذات نفسيها ده حجر حجر ومدهون ورنيش يعني بس ممكن ارسم بقى ممكن ارسم جوه نور انا ممكن اصلا اخليها لك بتتولع نور لا مش عايزينها تولع شكل بس مفيش مشاكل يعني طب نشوف الزراء اللي بعدها دي نفس الشقة برضو دي نفس الشقة برضو وتقريبا واخد الموضوع كله كلاسيك شوية او ممكن رنيش كمان معمولة ده بلدي جبس بلدي ده جبس بلدي او بس طبعا فرم عالية شوية ده الديهانات بتاعته رش ناخد واحدة كده يا جماعة من راح شوية انت بتقلبه فسرعة ناخد الصورة دي او جبس برد على ورق حاقت في السقف يعني المعمول في السقف ده ورق حاقت ده ورق حاقت انا فكرتها قطيفة على فكرة لا مش ده القطيفة مش ده القطيفة من الحاجات الجديدة وحاجات حلوة جدا اللي قطيفة الصورة دي او دي دفاية بقى ده الجنب كله نا ده بشكلها من بعيد من ضوي ابعاد شوية او حلوة قوي نشوفها الصورة اللي بعدها ده الكارت بتاعكم او عن كل الزينات ديت كل الحاجات ديت معمولة تقريبا تقريبا يعني بالوحدة نواقف عليها يعني متعامل عليها تماما رسم في الارض رسم في الارض بالزلط والحاجات ديت برضو من الحاجات اللي بحاجة تعملها طيب ممكن في فيديو صغير كده عايزين نبص عليه كده معنا نشوفه هم يعرضوا هن خليني ياسألك لحد باتما الفيديو يشتغل معنا انت بتشجع الشاباب انهم يعملوا مشروع زيك والله طول ما انت بتبدع في حاجة هو اولا طول ما انت هتبقى شغالة عند حد مش هتعرف يبقى عندك تموح وانت بتحب حاجة وبتعرف تعملها حتى لو كانت قليلة اكمل اكمل ناس اللي ابتدت بكشك صغير وبقى عندها محلات كبيرة بقى عندها بندات طح يعني انا ما قولت انا لسا هبتدي او انا صغير لا انا ابتدي وحتى على كل ما اتابر على اللي انا عايزه هعرف هو صلي طب الاسعار بقى انت بتقدمها بالجودة دي يعني هتكمل معاك المشهور ولا خلاص هتبقى عارضه وانتهى لا ان شاء الله يعني هو انا اعتبر سنة ونص سنتين كشركة بس بعد فرق دولار والاسعار والشركة 8-9 سنين كشغل يعني بس اعتقد ان دي حاجة لسا بتقومني بتقومني يعني هتكمل معايا فترة طويلة ان شاء الله طب لو عميل عنده الشقة اصلا متشطبه فيها خلل معين بقى مثلا بند سباكة بند كهرباء بتعمل ايه؟ كل خلل على حسب الدرر بتاعه يعني لو سباكة اقدر اغيرها من بره هقدر قبل من ان انا اخر حاجة طبعا ان انا اكسر في حاجة قريدي تكون خلاصة يعني كهرباء طبعا برضو بحاول ان انا ايه اماشي الحاجات من بره مثلا من مناول من بره احسن من ان انا اكسر من جوه الا بقى لو شقة قريدي مش مخلصة النقاشة مثلا فقدر عالج الموضوع باقل التكاليف الممكنة مكان شغلك بيتحدد في مكان واحد؟ اسكندرية قاهرة الساحل اي مكان يعني اي مكان وان شاء الله يعني بعد كده هفتح شركة في السعيد يعني ان شاء الله ان شاء الله ربنا يوفقك يا رب ودايما يكتب لك كل فيه الخير وحليني بقى اختم اخر سؤال معانا في الفقرة ايه الجديد اللي انت ناوي تعمله او الخطوة الجاية اللي انت ناوي تعملها لشركتك والله ان شاء الله يعني ناوي كده يعني اجدد الصف المهندسين اجدد معرفتهم بالشغل الافكار الجديدة مش هغيرهم يعني لا مش هغيرهم انا اجدد منهم هما ده الفريق بتاعي اللي ابتدى معايا فانا مش هسيبهم يعني هما يطوروا من نفسهم هعمل على ان انا اخليهم يطوروا من نفسهم ان هما يقدموا خدمة كويسة لكل الناس ان شاء الله يعني ان شاء الله ان شاء الله بالتوفيق طوعة من حضرتك والارقام التليفون ظهرت عندكم والفيسبوك لو حد حبيب يتواصل مع الشركة هتكون معكم بشكر حضرتك جدا شكرا جدا وبشكركم جدا جدا اعزائنا المشاهدين يا رب تكون الحلقة النهاردة عجبتكم وبيبقى اننا خلاص داخلين على احيات الكريسمس بحب اقول للاخوة المسيحيين كل سنة وانتو طيبين اقول لكل الناس كل سنة وانتو طيبين وان شاء الله يا رب السنة اللي جاية تبقى سنة سعيدة عليكم وختم السنة دي يبقى سنة كويسة وكل ما الحقش يعني يعمل حاجة في حياته يبقى عنده فرصة السنة الجاية انه يعملها بشكركم جدا جدا تنوني في حلقة جديدة من فيها حاجة حلوة مع صغيرة ذكرية